كشف علماء أمريكيون عن أن متلازمة داون يمكن علاجها قريباً في الرحم عن طريق استهداف جين الرئيسي التفاصيل ضمن التقرير التالي في أمل جديد نقلت صحيفة ميرور البريطانية عن جامعة روجرز أن الباحثين وجدوا طريقة لتغيير الكروموزوم الزائد في خلايا الطفل التي تسبب متلازمة داون ويولد طفل يتمتع بصحة جيدة مع 46 كروموزوماً لكن الأطفال الذين يعانون من متلازمة داون لديهم نسخة إضافية من الكروموزوم 21 أو جين تسمى نسخة إضافية من الكروموزوم 21 أويلاي جي تو وفي نموذج دماغي ثلاثي الأبعاد نمى في المختبر باستخدام الخلايا الجفعية المستخرجة من مرضى داون ونموذج آخر اعتمد طريقة نفسها لإنماء أدمغة فئران مصابة بمتلازمة داون وزراعها في فئران حية وجد البحثون أن الخلايا العصبية المثبطة التي تجعل الدماغ يعمل بسلاسة كانت مفرطة الإنتاج في كلا نموذجين وكان ذلك مرتبطاً بضعف الذاكرة في الفئران الحية وجد البحثون أن استخدام العققير لتثبيت أويلاي جي تو يوقف إنتاج الخلايا العصبية الضرى ويؤتي إلى تحسينات كبيرة في الدماغ وقال الأستاذ المساعد بينج جينغ من جماعة روجرز في الولايات المتحدة أن نتائج تشير إلى أن الجين أويلاي جي تو يحتمل أن يكون هدفاً علاجياً ممتازاً قبل الولادة لعكس تطور المخ الجنيني غير طبيعي وإعادة التوازن إلى نوعين من الخلايا العصبية في الدماغ ترجمة نانسي قنقر